أصطفى عايزة روح في النقطة دي لأستاذة حناني يعني بتدو توعية ازاي انا معرفش حاجة في البورصة على الله كده حكايتي في البورصة هدخل اعمل ايه ايه التوعية اللي بتقدموها للشباب اللي عايزة يستثمر في البورصة طبعا البورصة نفسها بتقدم كورسات تدريب في العديد من الجامعات وعديد من المدارس وفي كل عام بتخرج دفعات جديدة من المتدربين اللي هم بعد كده بيبقوا متداولين في البورصة ده رقم واحد رقم اتنين شركات التداول المتواجدة داكة للبورصة مثلا احنا عندنا بنقدم الخدمة دي في العديد من الجامعات والعديد من المعاهد لإيماننا ان لازم الجيل اللي جاي يتغير ثقافته بالمرة ما يبقاش مدخر لأ يبقى مستثمر ان فيه فرق كبير جدا ما بينيه تدخلوا الاستثمار المدخر ده بيعد يستنى الفايدة اللي هتحصل له من البنك في سنة كاملة انما المستثمر هتقدم منه ان انا كده في الامان لكن طب ما انا هكسب يعني لو جيت البورصة بيكسبوا اكتر من الادخار البنكي لما ادير استثماراتي بطريقة سليمة ان انا استخدم فائد النقود المتواجد لدي وبيبقى معايا مدير حساب بيساعدني اتخذ القرار الاستثماري واحنا كمان بنعلمهم حاجة مهمة جدا يتابعوا ورانا بنقولهم على المواقع الالكترونية مثلا هيتابع فيها اسعار الاسهم لو كان هيتعامل على تداول الالكتروني بيبقى عندنا التطديقات الالكترونية بنقعد معاه اول ما يبتدي يفتح حساب داخل شركة التداول ويتكود وعشان يفتح حساب المفروض يبقى معاه كام يعني هل في حد ادنى للاستثمار في البورصة ممكن من قول 500 جنيه تداول الالكترونيا ودي بتبقى متوفرة لدى كل الشباب لان عندنا اسعار الاسهم بتتروح ما بين 50 قرش لغاية يعني ممكن بيوصل 800 و1000 جنيه فهي بتبقى مخاطبة لكل الشريح طبعا البورصة في الفترة اللي فاتت كان عاملة يعني اداء ايجابي قوي جدا لاهتمام الدولة بوثقة ملكية الدولة لتخارج من العديد من الانشطة وده اللي شجع ناس كتيرا ان هي تتجه للتدور في البورصة وعايز اقولك على حاجة البرامج التلفزيونية دلوقتي بقت مهتمة جدا بموضوع ثقافة البورصة وفي برامج اقتصادية بتخاطب حتى غير متخصصين وفي كتير كمان ممكن يتابع المنصات المتواجدة على اليوتيوب وعلى التيك توك وكل الادوات التواصل الاجتماعي وبيعرف منها يعني المعلومات حتى اليسيرة ولما فيه يعني مثلا انا واحد من الناس الحمد لله محد بيجي يسألني لازم اجاوب عليه حتى لو انا ماشي في الشارع ما يعرفوني ان انا في البورصة يعني ايه البورصة ازاي اتدول فيها القدرة المالية قد ايه وعلى فكرة البورصة ليه جميع مش لفاقة عمرية ولا لقدرة مالية ودي طبعا اتاحة جيدة جدا ودائما بنقول ان البورصة شبيهة النقود يعني انا ممكن التداول في البورصة ولما احب اسايل فلوسة في اي وقت بكابسة زر انتر بقى بيها اسهمي تحول الى نقود طبعا بإذن الله بمكسب وهي غير اي وعائس اسماري اخر بيحتاج فترة للتسهيل وبيحتاج فترة لدوران رأس المال البورصة معادلات دوران رأس المال العالية جدا ومساهمة بطريقة مباشرة جيدة في النتجة القومة الإجمالية لا انا خلاص كده هستثمر سنعود لدكتر مصطفى اسمحي لي بس اضيف حاجة صغيرة طبعا عشان بقى بشجعك عشان تخشي البورص مرسي اخد كورسات لا لا من غير كورسات احنا لازم نشجع الناس ونشجع الاستثمار في بلدنا سوء المال اللي هو في نهاية 23 اللي هو انقضة يعني من تقريبا من 48 ساعة عمل المؤشر الرئيسي 66% يعني تقريبا تقريبا اللي حط 100 جنيه بقت 166 جنيه في نهاية الرئيسي انا بقول تقريبا طبعا ده مجازا يعني ده ارتفاع كبير جدا مقابل للفايدة في البنوك اكتر فايدة كانت في البنوك 25% تروح البورصة او تروح البنوك لو اختيارك على انت وصيطة هو ده بقى اللي حد نتكلم فيه طول ما فيه اختيارات متعددة لازم تقبلي المخاطر المتعددة البورصة زي ما فيها ارتفاع كبير جدا فيها مخاطر برضو بالضبط التداول السريع ده بيحرك دايما الاموال في مخاطرة عالية تمه داي يوجهنا لانه ما فيش حد يحط فلوسه كلها في حاجة واحدة يعني ما تستثمرش في الدهب بس في العقارات رفو عليك عشان ممكن نعمل يا فاندم بقى ننصح الناس دايما لازم وانت عندك تصور ان انت تقدر تعمل تشكيلا من استثمارك مختلف الاوعية للدخرية بالضبط كده ودازم نقول فيه اختلاف ما بين الناس اللي هو الاموال معهم قليلة او محدودة او عنده يعني فلوس اليلة واللي معاه فلوس كتير لازم ننصحه بحاجة تانية وفي غاية الاهمين الوقت اللي انت محتاج فيه الفلوس دي بعد قديه يعني هتبري انه هتخلي فلوس للاولاد والمستقبل ومش عارف هيه بعد سنتين تلاتة اقولك روحي استثمري فيه اوعية استثمارية زي العقار ممكن تخش تستثمري في جزء من الفلوس ممكن تخش تستثمري السوق الاقوى في المنطقة كلها اه طبعا بس مش اسهل تسهيلا يعني متعرفيش تبيع الوحدة العقارية زي ما تبيع في البورسة يعني البورسة بتشتري وبيعها ممكن في نفس اليوم وتكسبي وتخسري في نفس اليوم العقار لا العقار بتكسبي بس على مدى زمني كبير يبقى احنا لازم لما بننصح الناس لازم تعرف احتياجك في المدى الزمني قديه حضرتك بتتكلمي عن سيدتنا الافاضل في مصر هو دايما لازم نقول حسن التدبير من حسن الاقتصاد لو احنا شطار في تدبير يعني افكارنا الاستثمارية او في اوعياتنا الاستثمارية هنعرف ندير اقتصادياتنا سواء بقى اقتصادياته الاسرة او الافراد بادارة لها فن ومعرفة ودايما نقول لو سمحتم بلاش اللي هو ما بيسمى بزيادة عملية ايه التفكير في وعاء استثماري واحد فقط لغير يعني ما ينفعش انت لو مش متخصص تروح البورصة وتقول انا هشتري في البورصة لا غلط وروح اسأل المتخصصين اعرف منهم كويس جدا لان الناس فاكرة كلمة السهم دي يعني حاجة بتت لا دي شركة كيان كبير جدا ليه اراضات وليه مبيعات وليه مصروفات المتخصصين هم اللي بيقوموا بيها علشان كده مننصح الناس الجأ الاول المتخصص لو راح سوء المال ودول مرحبين جدا قاعدة عريضة جدا وبيبتدوا النهاردة يكون فيه توعية كبيرة زي ما الاستاذ حنان قالت من رئيس الوزراء يمكن لأصغر حد في الشركات كلها فده تشجيعا ليه الناس تخش تستثمر خاصة ان الدولة تطرح عدد من الشركات كتير من الناس تقدر تستفيد منها في مصر